كان المسلم الأول يعمل العمل الدنيوي ويتراء أمامه في اللحظة ذاتها موقع هذا العمل في الآخرة يجاك زبون بده منك تصلح له السيارة فورا كان المسلم هيك هو لما يستقبل هالزبون وهلا بده يشتغله بالسيارة يتراء له موقع هذا العمل في الآخرة أنه هلأ أنا حب صلح له يا بقضيله حاشته بيدعي لي بكون سبب في تفريج الكربة تبعه وحبا أخذ مصاري أنا أبعث فيه هنا زوجتي أبعث فيه هنا أولادي والله بيأجرني فهو صحة مشتغل للدنيا بس هيك صورة الآخرة في مخيلتي فإن كانت عاقبة العمل في الآخرة حسنة أمضاه وإن كانت سيئة تركه هلأ جاب له السيارة هو ما بيعرف فيها بس ألاك هلأ بلا ما نقول له ما نعرف ما عليش يخد منه يا سيدي كشفية هو حكا له على الحكي يعرف أنه هاي مو شغلته وما بيعرفها وهي شغلة جاره اللي هنيك بس ألاك هلأ أخي بلا ما نروحها للزبون خلاص منقول له ايه منحاوله بس إذا ما صاري ما تأخذنا وبيطلع لي عندك كشفية وقام قال له توكل على الله شايف هو بس المسلم الأول كان يتراء له الآخرة أنه هذا الله بيرضى بالآخرة أن أقول هذا القول بيرضى أن أفعل هذا الفعل إذا كان يرضاه أمضاه إذا لم يرضه تركه وربما أخطأ فعمله هذا العمل السيء فأسرع الفيئة والتوبة كانت صورة الآخرة تتراء في ضمير المؤمن وهو يتحرك في عمله اليومي يبصر بعيني قلبه المحسنين في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم يساقون إلى الجنة زمرة أنا صح أمبيع بالمحل بس أنا أفكر بهذه الزمرة تبع الجنة اللي بدأ تمشي وأنا بدي أكون معهم ويبصر الفجار الذين يخونون ويظلمون ويعتدون ويكفرون وهم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر بهذا الإيمان الراسخ بالآخرة وبهذه الصورة الفياضة كان المسلم يحيى لحظته في الدنيا ثم يعيش في التو جزاءها في الآخرة كان للتابعي الجليل محمد بن المنكدر قطع قماش محمد بن المنكدر تابعي تاجر كثير الأوراد والعلم قال كان يبيع قطع قماش بعضها بخمسة وبعضها بعشرة فباع أجيره في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة فلما عرف محمد بن المنكدر لم يزل يطلب ذلك المشتري طول النهار حتى وجده فقال له إن الأجير قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة قال يا هذا قد رضيت ما شيء الحال قال وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا اختر إحدى ثلاث خصال إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك وإما أن نرد لك خمسة وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك قال أعطني خمسة أشير حال أن أخذ شقة تبع الخمسة أعطيك عشر أرجع لي خمسة فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي يسأل ويقول من هذا التاجر؟ فالتاجر هذا تاجر من جماعة الدنيا والآخرة مو بس بيصلي وبيصوم بيحضر بالدرس لا لا هو يتراء الآخرة في كل عمل في عماله في بيته أو في دكانه أو في محله حتى تكون له الدنيا خير وللدار الآخرة خير ويقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر